تمضي قاطرة المفاوضات الماراثونية بين إيران والقوى العظمى محاولة تجاوز عقابة تلو الأخرى عقابات تغلب المتفاوضون على أغلبها إلا أن مطلباً إيرانياً صعباً يقف حائلاً أمام استعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وفقاً لموقع أكسيوس عن دبلوماسي أوروبي رفيعة يتمثل الشرط الذي وضعته إيران في إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاً بشأن الأنشطة النووية السابقة غير المعلنة شرط اقترن بحاجة طهران إلى ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مجدداً ذلك ما طالب به الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بينما كانت المطالبات خلف الكواليس تتعلق بتحقيقات الوكالة الدولية بشأن الأنشطة النووية السابقة غير المعلنة بحسب أكسيوس المسؤول الأوروبي أوضح أن الإيرانيين مقتنعون بأن الولايات المتحدة يمكنها أن تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التخلص من المشكلة لكن الوكالة وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يصرون على معالجة مخاوف الوكالة بشكل مناسب قبل إغلاق التحقيق وتتعلق تلك المخاوف بجزئيات اليورانيوم التي عثر عليها مفتش الأمم المتحدة بمواقع إيرانية بين مطلب وآخر وبين تبادل للمقترحات الإيرانية والأميركية وتلك العقبات وغيرها يقف الاتفاق النووي الإيراني في مكانه وسط عقبات تهدد ليس ظروف أحيائه بل بدفنه بشكل نهائي